نحن بنفهم المليان نقول عائشة أخطأت بلا شك خروجها خطأ خطأ الألباني وهو شيخ سلفي في السلسة الأحديث الصحيحة يقول وبلا شك الذي أقطع به أن خروج عائشة خطأ قال أقطع به يقين عندي خطأ قال قال لي أكثر من سبب مش هذا قال موضوع تفصيلها بس ما في كلام قال هذا كلام معقول رجل عاقل وهو شيخ سلفي محدّس قال خطأ ما في كلام دولي لا لم تخطئ وأرادت أن تصلح تصلح يا جماعة أرادت أن تصلح لكن نبحتها كلاب إيش الحوءب والحديث صحيح جدا يقول الألباني نبحتها في بعض الروايات ثلاث ليالي مش بس ساعة تنبح تنبح فقالت ما هذا الماء اللي علينا المكان قالوا الحوءب الحوءب قالت والله ما أظن إلا أنني هي اللي نبي حذر وما أراني إلا راجعة أرجعوني وقعت في الفتنة للأسف أجيها عبدالله بن الزبير وغيره وشاهدوا لها وقال لأ ومس صحيح في بعض الروايات أكبر من كثير لونها مش الحوءب وفي روايات أخرى ويغير بعضانها صح أنه لا هو الحوءب ولكن ليش ترجعي روّه الزبير نفسه عاد قال حويل رسول الله أنه قال لأ لماذا ترجعين عكل حال أنت إيه يعني استحضنية الإصلاح ولعل الله لعلك تقدمين هناك ولعل الله أن يصلح بك بين المسلمين هذا ما حصل ولم وصلوا غادي أول شيء صار بعد فترة وجيزة جدا الجمل الصغرى الجمل جمالين الجمل جمالا الجمل صغرى الجمل الكبرى الجمل الصغرى الإمام عليه ما كانش تنسى موجود ما كانش موجود أي فنواح البصرة كان بعيدا وأجوا هم مغاذي وبعدين إيه اصطلح مع مين مع عامل علي على البصرة سُهيل بن حنيف هذا وبعدين اختلفوا معاه بعد كم من يوم نكثوا العهد نكثوا معاه وراحوا قتلوا حراسه قتل موت سيلاًدم قتلوهم وهو أخذوه هو صحابي ونتفوا لحيته وأرهقوه ضرباً وكادوا يقتلونه لكن تركوا لماذا؟ لما أن أخاه والي أيضاً لعليه على المدينة فخافوا أي أن يثأر من أهله مقرباتهم يذبحهم ويذبحوا أخوه يعني يقال إيه سكتوا عنه وخايفين غدر وسيلتوا الدم أي جماعة عائش وجماعة طلحوا الزبير قبل نصير حرب الجمل لسه هذا اسمه الجمل الثورة يعني الشيء مؤلم جداً جداً ومصار على الدم وهدك الناس لماذا؟ لماذا؟ فخطأ خطأ هذا يقول خطأ لذلك يقول الذهبي وقد ندمت عائشة رضونا الله عليها ندامة أكيدة أنا بالنسبة لي تقول لي أنه مغفورة في الجنة أنا أقول لك أمرها إلى الله رضي الله عنها ما تتحكى مش فيما عند الله لا أنت ولا غيرك أمرها إلى الله نسأل الله أن يغفر لنا وأن يغفر لكل من أخطأ في هذه الأمة وانتهينا خلاص خاصة الناس العظام عزواج الرسول عارف هذا المنطق ممكن يقبله أخوك الشيعي يقول لك تقول لي غلطت وخروجها غلط في غلط ومقطوع به كما قال الألباني مقطوع بخطأ خروجها هذا كلام مقطوع به لا تناقش فيه لا تتفلسف زي ابن العربي وحبة الخطيب والكلام الفارق هذا هذا تفلسف خطأ خطأ ولكن لأنها زوجة الرسول وأم المؤمنين رضونا الله عليها والمرأة يعني سبحان الله يا أخي لها مش سوابقه بس ولها لواحق سيدة كثيرة العبادة كانت أم عائشة كثيرة الصدقات مشهورة يا أخي كريمة كرمة عجيبة جدا جدا فهذه أعمال إن شاء الله تكون ماحية لماذا لا يا أخي وزوجة الرسول وإذا الرسول يعني شفعته تنالي وتنالك ألا تنال أم المؤمنين فكف عنها واحترم نفسك وارجع عمار بن ياسر لما بعثه الإمام علي عليه السلام وبعث الحسن ابنه بعثه لكي يعني يحفز الناس نحن نصر حرب قبل الجمل هذا قبل الجمل جاء عمار وما قالهم والحديث في البخاري قالهم والله إنها لزوجته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة هذه عائشة الجاية تحربنا زوجة نبيكو هذه هذه ليس مرأة عادية هذه هذه أم المؤمنين والله قالهم إنها لزوجته في الدنيا والآخرة شوف الوعي عمار والإنصاف والفهم والتوازن ليس العصاب تفتفرت وخلاص ويبدأ يحرع على أم المؤين نفسها أو سبها حاشا لله ولكن قالهم ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم هل تتبعونه أو إياها هذا الفقه هذا الفقه ابتلاء يا أخي صار ابتلاء ابتلاء لن أتبعها وهي أمي لن أتبعها لأن علىها باطل هنا مبطلة عائشة كانت مخطئة لن أتبعها وأترض عليها ولمهما عليه عليه السلام يعني شوف أنت قديش عقر حول جملها أرواح كثيرة ماتوا حول الجمل هذا الجمل الفضيح هذا معك الجمل فالآن علي في الأخير قال لي ما فيش فايدة اعقر الجمل هذا اقطع قائمها عشان إياه ينكذى وبعدين أكرمها وأنزلها منزلا كريما أمه عليه يعرف أنها أمه جاءت تحاربه وتطلب أمه وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر قال له بتخذها في زمر من النساء معززة مكرمة سمجت رسول الله هذه فيا أخي الشيعي احترم نفسها تقول لي عائشة في النوع وتسبه وتطعنه وتلعنه اتق الله موضوع خطير هذا لكن برضو يا أخي ما تكلف الشيعي عند هذا أكثر ما يحتمله العقل الإنساني وتجي تعاكس الحقائق والضرورات وتطلحها ما غلطتش ومن أول كله صح فصح وضل ويجتهدت فأخطأت وقال مش هيك المنطق المنطق لابد أن يكون بعدل وبحق بصراحة لكن نحن أهل السنة لم نتربع هذه العقلية لدينا يا أخي مش عارف استعداد أن نطعم في أحاديث نبوية صحيحة وكما قلت لكم أن نسكت النبي يقول له خلص أسكت هذا كلامك مش مناسب القرآن حتى لماذا تكون هذه الآيات مش مناسب في هذا المقام رجعوها شوية من أجل أن نحفظ ماذا كرامة الصحابي حتى في منزلة معه ويكون مش معقول يا أخي مش معقول مش معقول أنا أرى منطق الذي أدين به الله وهذا كل ما أقولها يمكن يكفرون بها لكن أنا أقولها هذه تخص إيماني أنا تخص مصير عند الله أنا الذي أدين به ربي تبارك وتعالى والله العظيم وأقوله بفن مليان ودرس قاطع والله لست أفضل أن يكون الله تبارك وتعالى أنعم عليه وشرفني أني أخدم أعتاب رسول الله والأرض الذي يمشي عليها عشرين سنة صاحبا له على أن أبوء في آخر حياتي بدم مسلم واحد ظلما أني أقتل واحد مسلم والله أبدا لا هذا لا أفضل ولا أذره أفضل أني أكون الصعلو كعدنان بيعيش في القرن الخامس عشر لا يجري اليوم تعبان وألقى الله دون أن أسفك دما حراما أو أفتي بدم حرام واحد أحسن لعند الله وعارف أنه سيكون إن شاء الله رحمة الله واسعة بإذن الله رحمة ربي واسعة إن شاء الله للموحدين لكن تكون صحابي وانتشوفت حديث محلم يبن جثام اللهم قملت ثلاث مرات النبي يدعو ما قال الصحابي وأصحابي روح تذبحوا الناس عاد أنتوا أصحاب على الجنة هذا منطق أنتوا ألفتوه هذا منطق بني أمية منطق الذين تسببوا في قتل سبعين ألف من الناس كيف بدوا بيضوا وإيش صحائفهم وضعوا لأفكار وأحاديث والصحابي وإيش ما عمل وفي الجنة ومئة في المئة وإياك ومقطوع له بالجنة أكذيب كلمات سخيف جدا لا تنطوي على مسلم عاقل يا جماعة لا تنطوي على مسلم عاقل والأحاديث النبوية ضدها تماما سامراء بن جندب يقتل في ستة أشهر ثمانية آلاف وبعضهم القراء والعباد يا سامراء ثمانية آلاف أكيد بعضهم مظلمين أكيد بعضهم كذا بشبهة قال لو قتلتوا إليهم مثلهم أو مثليهم ما طرف لي جفن ولا بهتم عادي قال يؤتى بالرجل متهم بشيء مسكن يجيبوه اقتلوه لا في تحقيق لا في فتح دوان اقتلوه فأحد أعوانه استخاف أنا ستكون الخطبة المقبلة مع توثيقي مخيف هذا ما هي المسلك هذا المخيف الدموي كيف تقتل هكذا من غير تحقيق قال له هو يعني واحد من أمرين إن كان بريئا عجلنا به لا رحمة الله احسن له قتلنا برع الجنة إن شاء الله ببسط في الجنة بريئ ما هو وإن كان وجرما أخذناه بذنبي السلام عليكم هتلر هذا هذا منطق هتلر وقال لك صحابي قطح الله لسانك يا عدنان إبراهيم صحابي هذا سمر بن جندب يا حبيبي ادعو ربك أن يحشرك الله مع سمر يا حبيبي يا بابا يا بابا أي دين تؤلفون أنتم هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم هذه تركة محمد تسويق قتل الألوف من الناس والناس هكذا من غير تحقيق وتقول لي ما هذا بالله يا إخواني بالله هل أبناؤكم يقبلون هذا أبناؤكم الصغار تقول لي احنا في عنا دين وعنا طبقة هيك كلاس اسمه الصحابة الله فهمنا والنبي فهمنا أنه الصحابة هذا قتل عربد مود أخذ سرق في الجنة وإياك تتكلم عليه كلمة وحورك بابا هذا الدين لا أريده هذا الدين عبط لا أريده أنا كفرت بدينك هذا هنكفر الناس أنا برجع بقول انتبهوا كلمات كثيرة بقول سبحان الله تأتي أشياء تصدقها بالطريقة هذه سنساهم في جعل الناس ينسلخون من دين الله هذا الدين ليس أخلاقي دين ليس أخلاقي ألبرت شفايتسر فيلسوف الإنسان العظيم الألماني هذا الطبيب الفيلسوف والأديب والموسيقار اللي ترك الدنيا كلها في ألمانيا وعايش موضوع حياتي في أفريق يطبب الغلاب والمساكين رجل رجل كتب يقول هذا كتب يقول أنا أتنبأ أن الأديان التي ستستحوذ على الدنيا على البشرية في العصول المقبلة هي الأديان الأخلاقية البشر سوف تأتيهم حقبة ما بدينا فيها لن يعنيهم نخدو لأنا ديني مؤيد بالأدل لأنا ديني حاولي يقول جيني الأخلاقية في دينك هل دينك أكثر رحمة أكثر تسامحا أكثر انفتاحا أكثر محبة أكثر نفعا أكثر دعم للحضارة للتقدم أهلا وسهلا آه لا ديني مشيك بس أنا ديني في قتله في تكفير في رده في قطع مع السلام لا نريده تبهوا على كل حال في الأخير لا يصح إلا صحيح الله يعيننا على الحرب الملخوض وعلى الشغلات وعلى المشوار هذا الصعب جدا جدا في الأخير أنا متأكد ثقتي عظيم بفضل الله ودل على ذلك في الأمة في هذه الأمة المحمدية في الشباب والشبات والله العظيم موارح جدا سينحازون إلى الدين الحق الدين القيم الأخلاقي الدين محمد دين رب العالمين مش دين أمية وعبد الشمس تشوفوا إحنا مهمتنا أن نساهم في استنقاد الإسلام الحقيقي من براث الإسلام الأموي أيها لازم نرجع لإعتبار الإسلام المحمد الإسلام المحمد ضايع سمعتموني أصرخ من سنين وأداما أقول لو بعث محمد لقال إيش أرجعوا لي ديني أنا هذا كان شعاري ليس هذا الدين الذي تركه محمد مش هيك لن يعترف به النبي لن يُخره أرجعوا لي ديني أين ديني سلحة والسنة وزيدية وباضية وتكفي واتا إيش أنا أي دين هذا هيقول يُعرضوا عليه كتابا في العقيدة الكتاب يا رسول ما يكفيش مجلدات لأنه لازم كيف مجلدات؟ أنا كنت تعلم الناس وهم في خمس دقائق الدين يُسلمون خمس دقائق كيف؟ لا يا رسول الله في عين أشعرية ماتوردية زيدية إثنى عشرية في عين كتب معتزلة في عين كتب كذا في كتب الجبعة التكفير وهجرة اليوم مجلدات عبد الجبار عشي مجلد عنده تجران عليه يا رسول الله عشان تعرف كيف يفكر المعتزلة الأشعر ألوف الصفحات الشيعة أكثر مننا الزيدية هيقول ما هذا أقول له هذا عقيدة بس عشان نعرف كيف نسلم لما نصرش كفار هيقول ما مش ممكن نبي يعترف بهذا مش ممكن أنا حليت هذه المسألة اللي هي كلها مسألة غريبة وعجيبة يا جماعة حليتها بأيات من كتاب الله في خطبة مرة والله العظيم وهذا أنا حل أقسم بالله مقتنع به لذلك أنا متسامح ليمكن أكفر أخي الشيعي ولا الزيدي ولا العباضي ولا معتزلي لا أكفر أحدا من هؤلاء أبدا أكفر الذي كفر القرآن بشكل واضح حيكا هذا هو غيرك ما بنكفر بالاجتهادات هذه العجيبة جدا إيش هو الحل البسيط كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدا من رسوله وقال السماعة وطعن 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 ربنا 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 إيش قال الله في صحيح المسلم عن ابن العباس قد فعلت قد فعلت قد فعلت انتهت المشكلة انتهت المشكلة أنت لو تستفت القرآن تقول له يا قرآن يا كلام ربي الأجل الأعز الأكرم قل لي ما هو الطريق إلى الجنة وأخصر طريق وبكلمات قصار والكلام كله فصيح وقصير وجليل وعزيز ومضهر حتى نوحد بالأمة أما قرأت كتابي وأما بلغت حديث نبيي الصحيح من رؤية ابن عباس في صحيح المسلم وأخبرت أنا قد فعلت قد فعلت من هؤلاء الناجون الذين أعلنوا أيها الإخوة إعلانا ظاهريا يواطئ ما في مكامل القلوب أنهم مؤمنون بالله وملائكته وكتبه والرسله واليوم الآخر كما في سورة النساء وبس الله قال قد فعلت وطبعا ضموا إلى ذلك إلى أعمال الصالحة ولم يأتوا المبقات الله خلاص غفر لهم نصرهم إن شاء الله تقبلهم انتهينا يا جماعة لا سيدخل لك خمسة عشر ألف كتاب عشان تعرف الدين على كل حال